بارح افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء مؤسسة المجاهد سالم الهرش لخدمة وتنمية المجتمع المحلي في حضور اللواء أسامة الغندور سكريتير عام المحافظة والقناة التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأحفاد الشيخ سالم الهرش والمحافظ أشاد بالدور اللي بتقوم بيه مؤسسات المجتمع المدني في تطوير المجتمع وتقديم المساعدات للمواطنين معلنا عن دعم المحافظة لهذه المؤسسات المحافظ أشار إلا أن المؤسسة تقوم برعاية الأسرة ورعاية السيدات والأنشطة الصحية والأنشطة التعليمية والفئات الخاصة أعتقد يعني أنه نشاط محافظ شمال سيناء الدكتور اللواء خالد مجاور يستحق كل تحية وكل تقدير أستلزمكم فاصل إعلاني قصير ثم نعود نصف